بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته عنوان المحاضرة هو أخلاقيات البحث العلمي سيتم خلال هذه المحاضرة إن شاء الله التطرق وشرح أهم المعايير الأخلاقية التي يجب أن يتصف بها البحث العلمي ويجب أن يتبعها الباحث من أجل كتابة بحث ناجح ومطابق للمعايير الأخلاقية وبالنتيجة يجنب الباحث الوقوع في المشاكل والإشكالات الإخلاقية وحتى القانونية الجهات المستهدفة من هذه المحاضرة المستفيدة من هذه المحاضرة هي بطبيعة الحال جميع الأشخاص المهتمين بكتابة البحث العلمي من طلبة الدراسات العليا أو طلبة المراحل المنتهية المقبلين على كتابة مشاريع التخرج أو حتى من زملائي الأساتذة والباحثين بداية قبل الخوض في محاور الموضوع ومحاور المحاضرة لا بد من الإشارة إلى أنه البحث العلمي هو نشاط إنساني حاله حال بقية النشاطات الإنسانية الأخرى يجب أن يتصف ويتحلى ببعض الأخلاق بعض المعايير الأخلاقية الإنسانية المعروفة والمتعارفة فإن خالفها يكون هذا مخالف للأخلاق والمعايير الأخلاقية بداية يجب أن نعرف ونفهم ما هو البحث العلمي مفهوم البحث العلمي طبعا هناك الكثير من التعريفات للبحث العلمي منها أن البحث العلمي هو نشاط إنساني يتسم باتباع قواعد واضحة ومنظمة ويهدف إلى حل مشكلة أو استقصاء عن وضع معين أو تصحيح فرضية أو التحقق من صحة نتائج توصلت إليها دراسة سابقة والاستفادة من الدراسات السابقة على اعتبار أن المعرفة متراكمة وأن يبدأ من حيث انتهى إليه الآخر يعني هو نشاط إنساني يمارسه الإنسان الهدف منه حل المشاكل وتطوير حركة البحث العلمي نعرف جميعا أن الأمم والمجتمعات إنما ترتقي وتتطور من خلال الحركة العلمية وبالأساس تكون مرتكزة على حركة البحث العلمي فإذن بالنتيجة البحث العلمي هو الركيزة الأساسية في حركة التطور العلمي والتطور التكنولوجي وحتى التطور الإنساني إنما وصلنا إليه حاليا من سهولة في العيش رفاهية في العيش وسائل وآلات ومعدات سهلت لنا الحياة الآن الحياة تختلف عن ما كان موجود في السابق من حيث أنظمة اتصالات المواصلات يعني منظومات التكيف المنازل الطرق إلى آخر الآن الحياة أصبحت أسهل من الماضي كيف وصلت هذه الحياة إلى هذا المستواصل عن طريق البحث العلمي هناك أناس عاملين في هذا المجال يصرفون معظم وقتهم من أجل البحث عن بدائل البحث عن حلول للمشكلات التي يواجهها المجتمع محاولة تطوير المنظومات والأنظمة القائمة حاليا فبالتالي إذن هو نشاط إنساني يجب أن يكون مبني على قواعد واضحة ومنظمة والهدف من البحث العلمي هو طبعا أهداف عديدة منها حل مشكلة معينة يعني مشكلة قائمة بحل ذاتها يراد حلها من خلال إجراء بحث أو استقصاء عن وضع معين وتصحيح فرضية أو تحقق من صحة نتائج توصل إلى الهداسة سابق يعني الآن تواجه المجتمعات الكثير من الحالات الكثير من الظواهر الكثير من المشاكل لا تتوفر حولها معلومات كافية وبالتالي يحتاج أصحاب القرار إلى اتخاذ قرار معين هذه القرارات يجب أن تكون مبنية على حقائق ومعلومات من أين نأتي بهذه الحقائق؟ نأتي بهذه المعلومات والحقائق من خلال استقصاء من خلال استبيان جميع هذه التقع ضمن نشاطات البحث العلمي أو تصحيح فرضية قائمة وتحقق من صحة نتائجها يعني توجد الآن فرضيات نظريات علمية قائمة هل هذه ثابتة؟ هل أنه غير قابل للخطأ؟ لا ما زلنا ندعي بأننا باحثون بأننا طلبة علم إذن يجب أن نؤمن بالنظرية العلمية النظرية العلمية مبنية على أنه أن نؤمن بالتغيير جميع ما نعتقده اليوم ممكن أن يكون في يوم ما خطأ وبالتالي يجب أن نكون منفتحين ونستقبل التغيير بكل رحاب الصدر فبالتالي دائما البحوث أيضا أحد أهدافها منصب على التحقق من نظريات السابقة والتحقق من نتائجها ودراستها على اعتبار أن المعرفة تراكمية أن ما وصلنا إليه اليوم من معرفة هو بناء على السابق على ما وصل إليها الأشخاص السابقون فبالتالي المعرفة هي تراكمية إذن البحث العلمي يهدف إلى حل هذه المشاكل وهذه الإشكاليات وأن يبدأ الباحث من حيث انتهى إليه الآخرون كل مجال بحثي فيه أشخاص عديدون بحثوا في هذا المجال وتوصلوا إلى نتائج وإلى نظريات وفرضيات معينة الآن عندما أريد أن أجري بحث يجب أن أبدأ من حيث انتهى السابقون قبلي وأكمل على نتائجهم أيضا ممكن أن يعرف البحث العلمي على أنه وسيلة الإنسان لحل المشكلات وتفسير الظواهر المختلفة يعني كما قلت هو الوسيلة المستخدمة لحل المشاكل وتفسير الظواهر ما يحيط بنا الآن من ظواهر من حالات عامة من بعض الأمور التي تحيط بالبشر من الذي يفسر هذه الظواهر هو البحث العلمي أن نجري بحث علمي ندرس هذه الظاهرة نعرف أسبابها نعرف تأثيراتها وما يمكن أن يؤثر فيها بالتالي تفسير الظواهر هو من وظيفة البحث العلمي من خلال جمع البيانات تحليلها حول هذه الظاهرة والوصول إلى نتائج قوية وواقعية من خلال اتباع منهجية علمية محددة وبالتالي فإن البحث العلمي يعتبره أكثر ما قدم للإنسان المعلومات والتفسيرات حول الظواهر المختلفة يستخدمه كما قلت الإنسان لجعل حياته أفضل عما هي عليه من غموض وصعوبة في الفهم إذن من خلال هذا التعريف فهمنا ما هو البحث العلمي وما هي أهمية البحث العلمي الآن إذن نكون مهيئين للخوض في أخلاقيات البحث العلم كما قلت البحث العلمي هو نشاط إنساني إذن يجب أن يتصف بالأخلاقيات العامة الإنسانية التي تحكم جميع أنشطة الإنسان الأخرى من أهم القيم الأخلاقيات البحث العلمي هي كالتالي أولا الأمانة العلمية ماذا نقصد بالأمانة العلمية؟ نقصد بالأمانة العلمية كالآتي أولا احترام الملكية الفكرية للآخرين الإشارة إلى المصادر التي استقام منها الباحث المعلومات التي استعانى بها من في بحثه وفق أصول منهجية مع ذكر اسم المؤلف الآن أنا باحث وأريد أن أكتب بحث يجب أن أفهم أن جميع ما موجود في هذا البحث أنا مسؤول عنه تحت مسئوليتي وبالتالي أسأل عن ما موجود في هذا البحث كل ما أكتبه يفترض يفهم من قبل الآخرين أنه أنا كباحث أنا من قمت بتأليف وكتابة هذه الكتابة هذا البحث لكن نحتاج في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالمصادر إلى الاستعانة ببحوث وعمل الآخرين السابقين لنا في هذا المجال إذن حتى نذكر عمل الآخرين ونستفيد منه في إعداد هذا البحث ونكون لم نخالف أخلاقيات ومعايير البحث العلمي يجب أن نشير إلى المصدر بالنتيجة أي معلومة محددة سوف أذكرها خلال البحث سوف أشير لها جملة معادلة نتائج أرقام إلى آخره أي معلومة أخذها من مصدر معين وأذكرها في بحثي حتى أميزها وأشير للقارئ بأنني لست من كتب هذه المعلومة وأنني أمين في نقل المعلومات يجب أن أذكر المصدر أشير إلى الباحث الأصلي حفاظا على حقوقه وحفاظا على حقوق الملكية الفكرية له وبالنتيجة هذا جانب أخلاقي وجانب آخر هو جانب قانوني هذا الشخص الذي أخذت منعته المعلومة منه المعلومة ولم أشر له بإمكانه أن يقاضيني قانونا لأنه هذه تندرج ضمن ملكيته الفكرية هناك ما يسمى بالملكية الفكرية أي تسجيل هذا العمل باسم شخص معين إذن هو الوحيد الذي يمتلك حق التصرف بهذا العمل أيضا من ضمن مفاهيم الأمانة العلمية هو يجب جمع البيانات بعناية ودقة ودون تحييز من جانب الباحث ولا يمكن التسامح في الاحتيال العلم المتعمد دائما ما نجمع البيانات ونجمع المعلومات من المصادر ونضعها في بحثنا قيد الإنشاء قيد الكتابة إذن يجب أن تكون هذه البيانات تجمع بدقة وعناية ودون تحييز ولا يوجد فيها الاحتيال العلمي ماذا نقصد بالتحييز وماذا نقصد بالاحتيال العلمي التحييز بطبيعة الحال أنا كباحث لي وجهة نظر معينة ولي قناعات معينة فبالتالي قد أجد بعض الباحثين يذكرون بعض الجمال بعض التعابير بعض النتائج التي توصلوا إليها قد تختلف مع قناعاتي قد تختلف مع توجهاتي فهنا ممكن أن يقوم الباحث بنقل المعلومات لكن بتصرف يعني ينقل جملة معينة لكن يحذف منها كلمتين أو بعض الحروف أو يعيد صياغتها بحيث تعطيه مدلولا أو معنى آخر هنا أصبح هناك تحييز يعني حرف نتائج البحث السابق باتجاه قناعاته الشخصية أو باتجاه معتقداته في النقل معتقد قد يكون علمي جهوي ديني مذهبي إلى آخره هنا بالمناسبة أنا الآن أتحدث بصفة عامة عن أخلاقيات كتابة البحث العلمي ولا يخص كلامي فقط الجانب العلمي على اعتبار أن التخصصي هو هندسي لا وإنما حتى التخصصات الإنسانية الطبية يعني مشمولة بهذا الكلام هو جميع من يكتب بحث علمي يجب أن يكون على دراية وعلى إلمان بهذه الأمور أيضا الإحتيال العلمي الإحتيال العلمي ممكن أن يقوم الباحث بتغيير معنى الكلمات تغيير معنى الجمل التلاعب بهذه الجمل بحيث تصب في مصلحة بحثه الآن توصل إلى نتائج معينة ولكن الباحثين السابقين توصلوا إلى نتائج قد تكون مغايرة للنتائج وفيقوم بتغيير بعض الكلمات تغيير معنى الجمل التي أخذها من الباحثين السابقين بحيث تصب في إسناد نتائجه وهذا يعتبر غش يعتبر مخالفة للأمانة العلمية كذلك عدم الغش العلمي الغش العلمي يقصد به هناك أنواع من الغش العلمي مثلا الإختلاق أن نختلق شيء غير موجود أن ننسب شيء إلى شخص لم يقله أو أن نختلق شيء يعني الآن أنا باحث أجريت دراسة عملت حسابات معينة حصلت على نتائج معينة هذه النتائج يجب أن أذكرها بكل وضوح وشفافية وأمانة ودقة لا أختلق شيء غير موجود يعني أذكر نتائج أو أذكر استنتاجات لم أصل إليها من خلال البحث والتقصي وأنه ما شيء غير موجود هذا يسمى الإختلاق أيضا التزييف التزييف يعني يشبه إلى حد ما النقطة السابقة وأن نأخذ معلومات من بحوث سابقة ونزيفها بما يتلاءم مع محتوى بحثنا أو نتائجنا أو حتى قناعاتنا وتوجهاتنا وبالإضافة إلى الانتحال بلا جارزم الانتحال أو الاستلال مشكلة أن نأخذ كلمات أو نأخذ جمل أو نأخذ معلومات جاهزة من بحوث سابقة وأن أضعها في بحثنا هذا يندرج ضمن الغش العلمي وطبعا الآن تعمل كل الجامعات عند قبول الرسائل والأطاريح على فحص الاستلال للتأكد من خلوها من هذه الحالة كذلك المجلات العلمية الآن عندما تنشر بحوث الخطوة الأولى هو فحص الاستلال أو الانتحال للتأكد من عدم إدراج معلومات أو كلام لباحثين سابقين الباحث الآن كما قلت هو مسؤول عن بحثه يفهم أنه جميع هذا الكلام هو من تأليفه أو من نتاجه الخاص لكن عندما نضطر إلى استخدام معلومات من باحثين سابقين يجب الإشارة إليهم بكل أمانة وبكل صدق حتى نحافظ على الملكية الفكرية أما أن نأتي بكلام جاهز من مصادر أخرى فهذا يدخل ضمن عملية الغش العلمي بالنتيجة يجب أما الإشارة إلى الباحثين السابقين أو إعادة صياغة هذا الكلام بأسلوبنا وبطريقتنا الخاصة كذلك من ضمن قيم أو أخلاقيات البحث العلمي هو بالأضافة للأمانة العلمية الأمانة المالية كثير من البحوث تكون مدعومة تكون ضمن عقود لجهات معينة كأن تكون جامعات أو تكون شركات أو جهات أخرى تدفع أموال للباحثين لغرض إنجاز بحوث معينة للخروج بنتائج معينة هنا الباحث يجب أن يلتزم بالأمانة المالية كيف؟ أي أنه تصرف هذه الأموال المخصصة للبحث العلمي على البحث العلمي وبالتالي توثق هذه الأمور المصروفة تقدم على شكل تقارير مالية ودورية أيضا تضارب المصالح مهم جدا أن لا يكون هناك تضارب مصالح في عملية البحث العلمي ماذا نقصد بالتضارب المصالح؟ يسمى بالإنجليزي conflict of interest على الباحثين أن يفصحوا عن أي تصلاة مادية مع الجهات التي تمول البحث أو التي يقومون بفحص منتجاتها ويتعين أن يتم ذلك كتابة إلى المراكز البحثية والمؤسسات التابعين لها الآن بعض الشركات تكلف فرق بحثية لإجراء بحث على منتجاتها فبالتالي أو تذهب إلى مؤسسات بحثية لإنجاز بحث لتطوير أو لبحث جودة منتجاتها يجب أن يكون هذا الفريق البحثي لا يضم أشخاص يرتبطون ارتباطات مالية بهذه الجهة أو هذه الشركة لأنه قد تكون هذه الارتباطات لوجود تضارب بالمصالح ارتباطات مادية قد تؤثر على دقة النتائج كذلك يحضر على أن يعهد بتحكيم البحث إلى من له مصلحة أو علاقة بالشركة أو جهة المولة هذه الجهة الممولة أو هذه الشركة عندما ترسل البحث إلى التقييم يجب أنه ليكون هذا المقيم ليس له أي صلة بهذه الجهة طبعا هذا ما تتبعه المجلات العالمية الرصينة الآن عندما نقيم بحث للمجلات العالمية الرصينة المعروفة الخطوة الأولى أن نوقع تعهد نقول ليس هناك تضارب بالمصالح مع الباحث يعني عادة ما يكون اسم الباحث مكشوف وجهة انتسابه فنقول أنه لا يوجد هناك تضارب بالمصالح أو مصلحة ربطة مع هذا الباحث وبالتالي سوف تكون عملية التقييم شفافة وبعيدة عن المصالح أو التأثيرات يجب على فريق البحث عدم التصرف بالموارد المالية والإمكانيات المتوفرة لإجراء البحث إلا فيما خصص لهم من بنود الميزاني يعني هذا يندرج أي نظر من الأمانة المالية أن تكون مكافآت الباحثين مقررة مسبقا ومتفق عليها وعلى أسلوب صرفها واستحقاقها مع إيضاحة جهة الممولة لهذه المكافأة حفاظا على النزاهة وموضوعية النتائج ينبغي استبعاد الأشخاص الذين لهم علاقة بالجهات المانحة أو الداعمة أو الممولة من المشاركة بالبحث كما قلت تأتي شركة إلى جهة بحثية أو مؤسسة أو جامعة وتطلب بحث معين لتدقيق مثلا منتجاتها أو جودتها أو إلى آخره هنا يجب أن يكون المشتركين في هذا الفريق البحثي ليس لديهم أي ارتباطات مالية بهذه الشركة أن يجري البحث بطريقة علمية ومنهجية صحيحة وأن لا يكون للجهة الدائمة أي أن كانت أي تدخل في نتائج البحث أو طريقة إجراءها يجب أن تكون الجهة الطالبة للبحث أو الداعمة للبحث الآن مؤسسة تدعم بحث علمي تتعاقد مع فريق بحثي لإجراء بحث معين وهذا كثيرا ما يحدث مثلا في شركات الأدوية في شركات الصناعات المختلفة تدفع مبالغ طائلة لباحثين لإنجراء بحوث ودراسات لتطوير منتجات أو لاكتشاف منتجات معينة أو لتقييم منتجات موجودة أصلا هنا يجب أن لا تتدخل الشركة أو الجهة المانحة أطلاقا بالبحث أو بنتائج البحث العلمي بغية أن لا تنحرف نتائج البحث العلمي وتأخذ منحة آخر غير المنحة العلمي لأن بالطبيعة الحال هذه الشركة هي ربحية تبحث عن الربح فقط وبالتالي قد تطلب أن تظهر هذه النتائج بطريقة معينة بحيث تدعم النتائج بحيث يعني إلى آخره من الغايات هنا يجب أن تبعد الشركات والجهات المانحة تماما عن إجراء البحث العلمي حفاظا على حيادية النتائج فهذا هذه أهم المعايير